يشغل نجل معمر القذافي هاني بعل الرأي العام اللبناني منذ تسليمه إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعد اختطافه قبل أيام حيث يواصل القضاء المختص التحقيق معه فيما يتعلق بإخفائه معلومات في قضية الإمام موسى الصدر ورفقيه الملف القضائي الملاحق به القذافي ينقسم في مساره إلى قسمين الأول يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من الانتربول الدولي أو ما يعرف بالبطاقة الحمراء والقسم الثاني يتعلق بجرم كتم معلومات بقضية اختفاء الصدر فيما خص القسم الأول المتعلق بالانتربول النائب العام التمييزي في لبنان يراسل السلطات الليبي ويطلب يداع نسخ عن ملف القضاء الملاحق في نبع القذافي في ليبيا وهو عبارة عن ملف يتعلق باختلاص أموال وفي هذه الحالة يتم مراسل هذه السلطات التي غالبا ما ترسل الأوراق مرفقا بطلب استرداد في حال أرفق طلب الاسترداد ينظم النائب العام التمييزي تقرير يرفعه إلى وزير العدل الذي يضع اقتراح بقبول أو عدم قبول الاسترداد وبالتالي يتسليمه إلى السلطات الليبي لقد تفرع عن الملف الأصلي وهو ملف إخفاء الإمام الصدر ورفقيه ملف آخر فرعي يتعلق بهانيبعل القذافي فقط هو ملف إخفاء وكاتم معلومات وتم توقيفه بمذكرة توقيف صدرت عن المحقق العدل بهذا الإطار وكان هانيبعل يعيش في الجزائر وانتقل منذ فترة إلى دمشق حيث عائلته وهناك تعرف إلى سيدة تضعى فاطمة عرضت عليه المساعدة وعوصلته بأشخاص من اللاذقية حيث تم استدراجه وخطفه من قبل ملثمين ليجد نفسه في لبنان حيث سئل عما إذا كان يعلم شيئا عن إخفاء الإمام موسى الصدر فنفى علمه بذلك بعدها اتصل شخص مجهول بفرع المعلومات وأبلغ السلطات أن هانيبعل مخطوف وأن خاطفي يريدون تسليمه لتتسلمه بعد ذلك الأجهزة الأمنية دون معرفة هوية الخاطفين ولهانيبعل زوجة لبنانية وهي ألين سكاف هي أم لثلاثة أولاد وتقول مصادر قضائية إنه لا يمكن تسليم هانيبعل القذافي إلى السلطات الليبية قبل الانتهاء من المسار اللبناني في قضيته أولا إذ أنه متهم بجرم كتم معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر وحتى ذلك الحين يبقى القذافي موقوفا في لبنان سلمان عن داري سكاينيوز عربية بيروت